موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبيه بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر أما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قال الشيخ سعد رحمه الله أيها لقد أنعمنا على بني إسرائيل نعما لم تحصل لغيرهم من الناس وآتيناهم الكتاب أي التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوة التي امتازوا بها وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام أكثرهم من بني إسرائيل ورزقناهم من الطيبات أي من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم وفضلناهم على العالمين أي على الخلق بهذه النعمة قال ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة فإنهم خير أمة أخرجت للناس والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة فإن الله يقص علينا ممتن به على بني إسرائيل وميزهم على غيرهم بل يقال وفضلناهم على العالمين أي عالمي زمانهم أما بعدهم فأمة الإسلام أفضل الأمم على الإطلاق يقول أيضا فإن الفضائل التي فاق بها بني إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوط قد حصلت كلها لهذه الأمة وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لجميع المرسلين وآتيناهم أي آتينا بني إسرائيل بينات أي دلالات تبين الحق من الباطل بينات من الأمر أي القدر الذي أوصله الله إليهم وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى عليه السلام فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه وأن يجتمعوا على الحق الذي بيّنه الله لهم ولكن العكس ولكن انعكس الأمر فعاملوها بعكس ما يجب وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به ولهذا قال فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم أي الموجب لعدم الاختلاف يعني المنبغي بعد أن يأتي العلم أن يحصل الاجتماع والإتلاف أما هؤلاء فكان أو صار الحال هذا الاختلاف لماذا؟ وإنما حملهم على الاختلاف البغي من بعضهم على بعض والظلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيميز المحق من المبطل والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره هذه الآيات تبين وتذكر شيئاً مما امتنى الله عز وجل به على بني إسرائيل حين كانوا على الإيمان بالله تبارك وتعالى والتصديق لرسله ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين نلحظ هنا ما اختصهم الله به من الخير الديني الأخروي الكتاب والحكم والنبوة وكذلك الخير الدنيوي ورزقناهم من الطيبات وحصل لهم ما لم يحصل لغيرهم فكان ينبغي عليهم أن يشكروا نعمة الله عز وجل وذلك بالقيام بأمر الله ونصرة أنبياء الله وليس أن يكذبوا الأنبياء وأن يقتلوا بعضهم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهذا يدل على أن الاختلاف منه المذموم وليس كل اختلاف يمدح فإذا ما جاءت البينات ويتشمل الآيات والنص من آية من كتاب الله أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو القياس الجلي فلا يجوز الاختلاف بعد مجيء البينات وأما ما كان من اختلاف مع أو في فهم هذه البينات فهذا وسع أسلافنا وسع الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأمور العقدية فاختلفوا مثلا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يرى فنجد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رآه بقلبه وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فيجمع بين هذا ولا خلاف في الحقيقة أنه رآه بقلبه رأى نورا وقال نور أنا أرى إذن فما لم تكن فيه بينات ساغ فيه الاختلاف وأما الاختلاف بعد مجيء البينات فهذا أمر مذموم يذم صاحبه وفيها إشارة إلى أن البغي من أسباب حصول الخلاف بغيا بينهم بغى بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا هذا يريد الرفعة والتقدم على غيره ويريد الشهرة ونحو ذلك ويبغي على غيره ويأخذ حقا ليس له أو غير ذلك من الصور هذا أمر مذموم وهو الذي يؤدي إلى التفرق والذي يؤدي إلى ما يكون من التنازع والتقاطع والتدابر ونحو ذلك وقوله إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إشارة وترهيب من الاختلاف المذموم غير الساب وأن الله عز وجل سيحاسب كلا بعمله فهناك بلا شك محق وهناك مبطل وكل سيحاسب بحسب عمله وبحسب كسبه إذن نقول هناك خلاف يسوغ الأمر فيه وهناك خلاف لا يسوغ الأمر فيه الخلاف الذي يسوغ الأمر فيه ما كان ليس فيه شيء من البينات وقلنا البينات تشمل نص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك وحصل فيه خلاف فالأمر يسعنا وينبغي أن يحتمل بعضنا بعضا كما ذكر أهل العلم قلوا قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاك الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين